السلام عليكم ومرحبكم اليوم في قناتي على اليوتيوب غانوك ويزيني إن شاء الله تكونوا بخير تما تشوفوا الفيديو تعالي نهار اليوم قبل ما نبدأوا الفيديو ما تنسوش تصلى وتسلموا على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش بالدعاء خاصة الأهل نبي غزة واليوم كي ماراك وشوفوا جماعة جبت لكم وصفة المخبز وصفة أصلية معنتها كي ماراك وشوفوا ومفصلة معنتها 100% معنتها بطريقة مفصلة جبتها لكم بجميع الأسرات تاعوا كيفش يديكم معلكوا مع السل داخل وهديك الطريقة تقعد معكم طريقة لأطول وقت كنت شاركته معكم في الانستغرام فيسبوك وتيك توك كندر حالة وطلبوا مني بزاف نعود نحطه في اليوتيوب طريقة مفصلة هكذا بشي قعد معكم كي ماراك وشوف الفيديو وراه هو طويل باشتعرفوا بلي الوصفة رهي بالتفصيل كي ماراك وشوفوا شوفوا ش هنجي طريق قسمتوا لكم هكذا حبا بيديو وقسمت لكم بالنموس معتب باش نوري لكم أدق تفاصيل تاعو مع طريقة تزيين خاصة لصحاب لأصوات نوس على بالي بلاك قربتو أنا كنت قدرتوه في لأصوات نوس تعاختي وبزاف طلبوهم مني وطلبوا لي الوصفة وقلت لازم نديره لكم أعراسكم وناساباتكم أي حاجة تكون عندكم تقدروا تديروه ونبدأوا على بركة الله جماعة كي ماراك وشوف وميكونش خشيين عليه معنتها لازم يكون متوسط كي ما كيفاش نقول لكم كيمة اللوز اللي نستخدموه المقروط اللوز معنتها لازم يكون هكذاك مرحي متوسط ما يكونش خشيين خشين بزاف وميكون شرقيق أنا راح أستخدم منه ثلاث كيلات وتاني كحاجة مهمة أنه اللوس على المخبز ما يكونش محمص جماعة حداري لازم يكون هكذا كبيض درت منه ثلاثة كيلات أنا أستخدمت هات الكيلة بشبركم أن أفهمكم تقدروا تديروا كيلة كبيرة على هادي ثلاثة كيلات يكونوا شوية بومبي ونجي ندير السكر بالنسبة للسكر ما نديرش كيلة كمبلي ندير كيلة نقصة أندوة معنتها نقصة سبعة كيلة نقصة سبعة هاكذا بهات الطريقة ولازم سكر جماعة صراحة هدي حبيت نقولها لكم ونقولها لكم مش حامل خطرة هدرتها معاكم في مقر وطلوز ونزيدنا عاون نفهمكم في المخبز بلاك وتستخدموا السكر ناعم في المخبز ولا مقر وطلوز لداخل يجيكم ناشف وزيد يجي بس ما يجيكم شمع السل لداخل استخدموا شيخي خيستاليزي هنا يقدرت معاهم بشور تحتلت حبة قارص لقى عرص الصفر ما ديروش الخدر خدش الخدر يجي المبشور تاعه يجي شوية مروا وما يجي شباب خاصة في شكل تاعه وكي تقطعوه ولو يبانوش غول نقعطيك حولة انتم ما ديرو الصفر بش خدش يشبه لللوز وزيد يطيق ريحة بزاف هيلة ندخل مليح هدك السكر كريستاليزي مع اللوز وهدك مبشور ليمون وخودوا وقتكم في التخلاط سيوك باش تكونوا تزيروا على هدك اللوز مع ذك السكر ومبشور ليمون باش هدك مبشور ليمون يتلق كامل بالنتاعه عليهم هاكذا بهاتطريقة ويتلق هدك المبشور تاع الليمون كامل ريحته عليهم هدك النكهة تاعه هندوك اوش رايح ندير جماعة رايح نجيب البيض تاعي ادوك نفهمكم في البيض انا نديم من البيض كل ما نطم به سواء المقروط اللوز ولا المخبز نديله رشات سعى المزهر وادوك نفهمكم بالنسبة للبيض شوفوا البيض هو نلمو به جامي عندنا كيلة محددة على البيض سواء في المخبز ولا مقروط اللوز نخلطوه مليح انا شوف بديت بتلت حبات بيض قلت نورمال مو هده الكميات رفد لي غير تلت حبات بيض ما بصح رفدت لي تلت حبات ونص انا دديت تلت حبات بيض هاكذا في اللول بديت غير بالعقل والبيض قاعد يوضيفوه غير بالعقل ومنطورة كنت طمو هاكذا نطم بثلت حبات بيض اللول ابخي نشوف اسكت نطمت لي مليح العجينة جاتني عجينة طريقة هاي لا ولا مازالوا مخصوص البيض هاكذا نبدأ نطم في البيض غير بالعقل ومنطور راني نخلط مليح هاكذا كما رفدت شوفوا دوكنو رأيكم القاومة على العجينة فالأخر ودوكنو رأيكم باللي كملت كامل هدوك تلت حبات بيض توعي وسيو كيفاش كي تكونوا الطمود تكونوا تعبزوا مليح مع انت على هذي كلابات تعبزوا عليها مليح بيديكم شوفوا هنا كملت كامل كمية تعلبيض اللي كانت عندي في البولت لتحبات بيض ما كفيتنيش قالوا غروح فقست حبابيض وحد أخرى خلتها ويدا ضفت الرابعة وكيف كيف ما زال ما متلمت لكم زيدوا حبابيض وحد أخرى وقعدوا تضيفوه غير بشوية خدش البيض شوفوا البيض البيض هنا لازم تضيفوه غير بالعقل بيش ما تهرب لكم شلو كانت ولي لكم طرية بزاف وجارية يخصكم اللوز هنا يعني لازم تضيفوه اللوز هنا هاي نطمت لي لابات تعيراني نعجم فيها مليح دوكنوا لكم بلقى ومتاعي تحاكي نرفضها بصبعت شوفوا لابات تعلم خبز ولمقرورة اللوز لازم تتعجن مليح مليح بين أطراف الأصابع بيش نسيو كيفاش ندوبو هذك السكر وجينا لابات تعنائم عسلة مليح وحنا المخبز كين بزاف اللي قالوا لي غانوا اسك تعسلوا لا 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 المخبز جامع عسلتوا أنا معتبها بها الطريقة جامع تعسلوا المخبز تعكم هايليك لابات تعيكش جاترية هاكذا شوفوا لابات تعي كنت عجنتها مليح حتى وين تحسوها بين يديكم راهيم عسلة وتسمعوا واحد الصوت كي تكونوا تعبزوا فيها تفهموا بلادك السكر هوداب هنا نغلفها بابي فيلم شوفوا جماعة كين بزاف حلواجيات يديروا أنا كنت نخدم الحلوة كنت ندير زي عمال لابات نخدمها في الليل على طناشتع الليل لحداشتع الليل غدوة صبح نخدم بيها بايش نخلي داك السكر يدب كامل داخل مي أنا هنا بشبرك نفهمكم في الفيديو خليتها تريح غير ساعة مع انتها هاد النتيجة تعساعة برك إذا كنتوا مزلوبين خلوهم غير ساعة إذا كنتوا كان عندكم الوقت خلوها أربع سوايا خمس سوايا أبقي خدموا بيها غلفوها مليح بابي فيلم ونحطوها أبجاه هاك دا جماعة كي ما راكوا تشوفوا غلفوها مليح بابي فيلم ونخليها أبجاه نخليتها سويعة تريح بعدها بديت نخدم بيها ودايما جماعة نطيكم هاد النتيجة باش يجيكم المخبز تعاكم الشباب وهايل دايما كي تفتحوه تفتحوه بين دو ساشي يكونوا مقيين خاصين بالحلوة ولا تفتحوه بين دو بابي فيلم أنا برك ما كانش عندي داكولي ساشي في الدار وما حبيش نخرج بيشنا وحنشريه مخدش بعد عليشو يا وين يتباعوا هاك دا درت بابي فيلم ووجاتني نتيجة رائعة بهات الطريقة غلفت السطح تعال 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 وحطيت لابات تعال 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 راح نقول لكم بالنسبة للحبات إذا استخدمتوا كيلو تعال لوز فدرتوا ثلاث كيلة توجدكم كيلو معانتها تعلوز كيلو وتعلوز يخرج لكم بين 35 حتى ال40 حبا إذا كانت لحبها خشين يخرج لكم 35 إذا كانت لحبها هارطة شوية حتى ال40 وكي الناس يحبوه خشين خشين بزف كيلو يخرج لهم 30 دوك على الحسب معانتها العولو تعال المخبز تعقم أنا هاد الكمية اللي درتها قريب رطل معانتها قريب رطل خرجتلي 16 16 نحبها خرجتلي 16 نحبها 16 ولا 17 نحبها المهم ما استخدم قريب رطل قريب رطل خرجتلي 16 نحبها هاكذا بهاتطريقة شوفوا جمعها هنا بعد ما فتحتوا دكنوا للكم دكنوا للكم العلو اللي درتوا هنا نوح نجيب طابع تاعي من الأفضل طابع جوزه دي لكتمون في المايزينة أنا كنت هاد طابع حسبتلي محشي للسقلي خدش شريته جديد هو للسقلي الحب معانتها هي تخرج لكم بس هشغل تخرج لكم بالسيف من الطابع أبخي بديت نجوزه في المايزينة ونطبع هاكذا خرج الحبات تاعي شوفوا العلو تاع الحبات ونهضلكم دوكاء على طياب المخبز تحطوه في سنوة لازم يكون فيها بابي كويسون الفون يكون مسخن من قبل على 170 دراجة دخلوهم يطيب ويشدو لكم في الفوق 10 دقائق 12 دقيقة ولازم يحمروا وبركمل تحت ما تشعلوش عليهم من الفوق كيتخرجوهم تمسوهم هما سخونين تلقوهم بزاف طريين معنات لو كانت رفضوا الحبات تكسر لا لا خلوهم يبردوا مليح وماراهم طيبين وكلش خلوهم يبردوا مليح مليح باش تروا حديلو لهم الطليا شاتش المخبز طيب تمتم ما فيه لا فارينا لا والو ما طمم غير بالبيض معنات البيض ما على بالكم يش مغير ريحت النار اي طيب معنات 10 دقائق 12 دقائق دوك هنجوزو للطليا جماعة انا كيلت بنصف فنجلاتي هدايا بنصف فنجلاتي درت نصف فنجلاتي تع عصير الليمون اللي كنت عصرتو وصفيتو مليح نصف فنجلاتي تع الزيت ونصف فنجلاتي مزيج بين الحليب وماء الزهر انتو ما تقدروا تديرو فنجل تع قهوة ولا تقدروا تكيلو باي حاجة انا هاد الكميات على الطليا دات لي زوجبا كياتو نصف تع سوكي غلاس تخدمت المرجان نصف كيمشتو نصف فنجلاتي تع عصير الليمون نصف فنجلاتي تع الزيت نصف فنجلاتي تع الحليب مخلط مع المزهر وهنا عندي مغرف كبيرة تعبايات البيض نخلطو مليح بالفوي جماعة هاد الكميات انا طلعت لي 16 نحبة كامل وقعدت لي شوية طليا طلعت لي وقعدت لي شوية طليا باش تديرو في حسابكم خطرش كيما نقولو الطليا تحب سوكي غلاس انا برك هاد الكميات الصغيرة دات لي زوج باكيات ونصف تع المرجان كي الناس يغلطو في الديبيو يروحوا يديرو الطليا يتحمسو يديرو كاس تح حليب كاس تح الوخر تيماجينو كو طاس تح الحليب كيت كيلو به كامل هاكدا يديركم حوالي 9 باكيات تع سوكي غلاس انا ندرت ملون ابيض هنا في اللول تقدروا ديروه في الاخر خلط تمليح وبديت نضيف في الشيخ غلاس تعالي يكون تغربلتو هاكدا برك انا كيما شفتو درت غير بكيلة صغيرة والله يبارك جاتني طالية بزاف انتوما كيما قلتلكم ديرو على حساب الكمية اللي عندكم انا قلت من كيل بنصف جلاتي درتو هاكدا عصر ليمون زيت حليب حليب ممزيج بين المزهر وزيد وزيد ملعقة كبيرة تع وسموه تع بيض البيض ونخلط وندير ملوين ابيض وتحبوو تديرو اي ملوين حبيتو تلونو به الطالية تاعكم هنا نبدأ نطمب السيخ غلاس كيما راكو تشوفو وبعدها لازم نخلطو بيدينة هاكدا عجنوها مليح لازم تعجنوها مليح للطالية تاعكم باش يجيكم مليحة وكيما قلتلكم الطالية تاكل سيخ غلاس تبعو برك الطريقة وهات الطالية تقعد معاكم طالية الى وقت طويل بزاف هاكدا نقعد نضيف بسيخ غلاس تاعي ومامتو راني نخلط غير بيد دي ولازم تتسيوك فشتعجنوها مليح باش يدو بلكم كامل هاداك سيخ غلاس هاكدا هاكدا ما زل طالية وكنو رايكم القاوة بتاع طالية تاعي كش يكون لازم يكون تقيل هاكدا نقعد نضيف ومامتو راني نضخ المليح فهذاك سيخ غلاس وكيما قلتلكم طالية تقدروا تديروها زرقاء ولا غوز هاداك المولوين بودرا فتحوه برك مع شوية تعلمه ولا تعاصر ليمون وديرو منه ولا تحبو تديروه في اللويل مع السوائل كيما درتو انا هاداك النول البيض هاكدا هاكدا ما مطالية تاعي سيبغل وكنو نزيد نعجنها مليح بيد دي باش تتلق روحها شوية وانو غيركم القاوة بتاعها شوفوا هنا نعجنها مليح هاوليك القاوة تعال طالية تاعي شوفوا القاوة باش تغلف لكم الحبات تاعكم مليح وما تجيكمش الحبة شفافة وهات الطالية انا معتامدها في المخبز في العريش كعي كعات اي حاجة فيها طالية نعتامدها الطالية هاوليك المخبز تاعي بعد ما برد مليحه وطاب كيما قلت لكم خلوه يبرد مليح باش يشد روحه كي طيب المخبز كامل يكون طري كيما قلت لكم يكون بزاف طري مع انت غير ترفضو الحبة وهو سكون يقدر تقدر هذيك الحبة تتعوج ولا تتكسر خلوها تبرد مليح في السنوة من دولها وقت مليح باش تجو تطلوها انا نطلب هات طريقة دي طريقتي في الطالية ندير فلابوش خدمة مقية سهلة ما تمسوش بيديكم وزيد ما ترفضوش كامل الحبة غير فوقش من الشبكة هاكدا ومعمتو هاكدا وتخبطو هاكدا المخبز تاعكم باش تحبط لكم مليح هذيك الطالية ودايمن ندير بابي في الميل تحت باش نقدر نعاود نرفض هذيك الطالية ونخرجها هاكدا ونجي نتقب كامل هذيك الفقاعات اللي خرجوك خبطهم هذيك لهوا باش تجينا الحبة شابة مجوناش فيها هذيك الفقاعات هنا نكملت خبطهم مليح وطليتهم مليح نخليهم انا خليتهم انا درتهم هذي مع الحدش تعلي لغدوة صباح جوية تمانية باش بديت ننقي فيهم حتى ويني شفتلي مليح الطالية خليت الطالية تنشفلي مليح هي الطالية هذي غير في 4 سوائع تنشف كما راكوا تشوفو هنا طالية تاعي بعد ما نشفتلي دوك نجي نحيلها هذيك الزوائد بطريقة سهلة جبت هنا لابلاك تاعي والموس ونجي الناحية هذيك الزوائد غير من الموس بهذا الطريقة قعدوا تدوروا الحبة هاكدا يروحوا كامل هذيك الزوائد هاكدا كما راكوا تشوفو هاي ديك الحبة تاعي مقية شبا ودوك نريكم طريقة تزيين تاعي اللي استخدمتها أنا قبل ما نريكم طريقة تزيين كين حاجة تانيك اللي ديروها من الفوق يتحبوا تخلوهم هكدا بيوضة يتحبوا تلمعوهم بالملمع هذيك الملمع الغذائي هاكدا حبة تتاعي نقيهم نكمل نقيهم بهذه الطريقة أنا الملمع تستخدمت هذا الملمع البيض تعالى مارك آمل على حسب ما أظن آمل هو الأفضل كامل هذي هي ديرو عليها كابتشوغل بباطا إذا حبيتوا ديرو منه تلقاوا في الضوغي وتلقاوا في بزاف 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 ألوان وحد أخرين هاكدا شوفوا الحبة تعالى مخبز تاعي ديكنا ديكنا نجيب بانسو صغير ونرش عليها قدام الفق نمسحها ملفق هنا نقول باش يدينا هذيك الحاجة الشابة اللي معه ولا تقدروا تخلوهم سامبل بها الطريقة نكمل كامل الحبة التاعي سيكفش هذيك البودرة كامل تنحوها من فوق الحبة هاكدا وانا هنا يلسقت عليهم من فوق هاد هاد الوريدات بشوية تعلق الكلوكوز هاكدا شوية برك وتزييد يكون اختياري على حساب اللي يتم بتاعكم اختانة عرس ولا سوت نوس وهذه هي الوصفة المخبز نقول لكم مشغلاتكم عجبتكم انا درت لها لكيسة عفوا وهذه هي الحبة نقول لكم مشغلاتكم عجبتكم الوصفة تعلق تعليقاتكم تحت الفيديو وتطبيقاتكم تبعتهم عبر موقع التوصل الاجتماعي وفي وصفات اخرى ان شاء الله سلام